يحدث أن يكون التعبير قاس لكنه لا يستطيع وصف ما يحدث حقيقة على الأرض فحين تقول منظمة نوكاليونسيف المعنية بالطفولة عبارة اقتلع من جذورهم للتعبير عن أطفال العالم في مناطق النزاع منها اليمن عندها يجب التوقف كثيرا أمام تلك الإحصائيات التي تقول بأن هناك أكثر من خمسين مليون طفل أجبروا على ترك منازلهم أو بلدانهم نتيجة الحروب والعنف والاضطهاد فبالإضافة إلى الإحصائيات العديدة التي تظهر حجم المأساة في اليمن والتي تطلقها المنظمات العالمية بشكل دوري تعلن تلك المنظمات واحدة تلو الأخرى تخليها عن مهامها الإنسانية في اليمن كان آخرها منظمة الطباء العالم والتي أعلنت إيقاف عملياتها الإنسانية وإجلاء موظفيها مع تصاعد القتال على الأرض وكثافة الغارات الجوية للتحالف العربي جاء هذا الإعلان في حين لم تنس المنظمة التذكير بأن 80% من السكان يحتاجون إلى مساعدات عاجلة وأن قرابة 25% من المراكز الصحية تعرضت لتدمير جراء الحرب المنظمة بعد الإعلان عن الانسحاب نهائيا من اليمن والتوقف عن تقديم خدماتها دعاة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف القصف وتوفير إمكانية الوصول إلى السكان دون عوائق يأتي هذا في ظل تزايد انسحاب المنظمات العالمية وتخليها عن واجبها والسبب دائما سوء الأوضاع الأمنية وذلك لسلامة طاقم هذه المنظمات فيما يخسر اليمنيون المزيد من الجهود الدولية لمحاولة التخفيف فقط وفقط عما يعانيه حاليا المواطن اليمني